البعض يقول لي إزاي ده فيه لجنة وفيه رئيس وفيه سكرتير وفيه أعضاء له أقولك كمان أكبر دليل على ده عندك حكم زي الحكم محمد الصباحي أنا هديك مثال عشان أوريك اللجنة كيف تدير الأمور في الفترة الحالية عندك حكم زي الكابتن محمد الصباحي حكم درجة أولى عنده مشوار طويل في الدور العام وعنده خبرات كبيرة كان عمل عملية غضروف من فترة رايبة فبالتالي مش هيدر يكون جاهز لإدارة مباريات في الملعب لكن كان عنده عدد ساعات وقت معينة كانت ناصة فيه إنه هو عشان ياخد رخصة الفار في إحدى الاجتماعات الأخيرة في تقييم الحكام وده بيتم أولاين ما بين رئيس اللجنة مع كل الحكام اللي بيديروا سواء في الدور الممتاز أو حكام تقنية الفار كابتن محمد الصباحي اتكلم مع كابتن وجيه أحمد وكان بيتكلم بحدة إزاي أنا مش موجود ضمن حكام الفار أنا عندي إصابة ولسه راجع ومش جاهز إن أنا أبدأ أحكم مباريات في الملعب لكن أنا فين من حكام الفار إزاي حسام عزب حجاج ابن الكابتن عزب حجاج ما بيدرش مباريات في الدوري وخد رخصة الفار إزاي عمر الشناوي ابن نجل الكابتن أحمد الشناوي ما بيدرش مباريات في الدوري العام وخد رخصة الفار إزاي خالد جمال الغندور نجل الكابتن جمال الغندور ما بيدرش مباريات في الدوري الممتاز ومع ذلك خد رخصة الفار وأنا محمد الصباحي اللي قدرت مباريات في الدور العام مش عارف أخذ رخصة الفار على طول الكابتن وجيه عشان هو هنا في وقتها لقى الكابتن الصباحي بيزعق وبيتكلم في حقه رح خصص له نص ساعة في إحدى الملاعب عشان يكمل عدد ساعات الزمن وياخد الرخصة بالمناسبة لو عمل ده لكل الحكام اللي كانوا أسلهم عدد ساعات مهانا خدت أقول ما فيش مشكلة لكن هنا واحد طالب بحقه وكان صوته عالي في الاجتماع فخد حقه اتعملوا نص ساعة في ملعب وخد رخصة الفار وهيكون موجود لكن في الأساس من الحكام اللي موجودين في غرفة الفار هل هم حكام بيديروا مباراة في الدورة فعندهم خبر عشان يموجودين في رخصة الفار لا ليه شمعنا فين الحكام اللي موجودين في غرفة الفار اللي هم عندهم خبرات كبيرة وخبرات مميزة ليه الحكام الدوليين عددهم قليل في غرفة الفار فين وفين اللي بيلاقي حكم دولة في غرفة الفار هم فين ليه هم مش موجودين عشان دايما بيطلبه إدارة مباراة في الدوري البعض يقول لي إيه الهدف أن الكابتن إبراهيم نور الدين يطلب يدير مباراة الآله والاتحاد وإيه الهدف أنه فيه خناقة على مباراة الآله وبيرامدز وأمينه عمر عايز يديرها من دلوقتي والمباراة لسه قدامها حوالي شهر ونص ولا شهرين ليه؟ انت داخل على قائمة دولية كل حكم دلوقتي بيحاول ياخد أكبر كم من المباراة عشان يوصل لطرجة معين عشان التقييم الفني يسمح له أن يكون مرشح دولي الفترة اللي جاية تب اللجنة هنا دورها إيه؟ اللجنة ملهاش دور أي حكم عايز يدير مباراة بيقدر يدير الكابتن وجيه من صاحب الكلمة الأولى في إدارة تعامل لجنة الحكام الفترة الأخيرة بدليل أن إبراهيم نور الدين من عشر تيام كان بيدير مباراة الأهل والجونة وقبلها كان عنده مشكلة تحكمية في مباراة الحارس والإسماعيلي ألف بتقييم فني لو هنتكلم عن دور المراقبين وده كلام هيجي وقته دلوقتي لنبيان الأهل يتكلم عليه ألف بأن المراقب اللي بيكون موجود في المباراة بيقول الحكم ده أجاد ولا لم يجيد الدرجة اللي بياخدها ولو درجته مش كبيرة بيتم ابتعاده فترة قريبة لكن مع ذلك كان موجود في مباراة الحارس والإسماعيلي وما شاهدتها من عدد كبير جدا من ضربات الجزاء وكانت أخطاعة حكمية كبيرة جدا ومع ذلك تواجدت في مباراة الأهل والجونة حدثت أخطاعة حكمية وكان عنده إصرار أن يدير مباراة الاتحاد والأهل ليه عنده إصرار لأن كل في السجدات التحليلية يتكلم على الكابتن إبراهيم أنه إزاي ما حسبش فاول على أحمد فتح في نهاية المباراة إزاي مداش فرصة لنادي الجونة في كورة كان شايفها أنه هو كان ممكن تتحسف فاول وردت للأهل في هدف كان هدف الفوص على نادي الجونة فبالتالي الكابتن إبراهيم نور الدين كان عنده إصرار أن يدير هذه المباراة سريعا عشان يمحي الصورة اللي كانت موجودة قبل كده عشان كده كان عنده تعمد أنه يكون فيه قرار تجاه أحمد فتحي كل حكم لما بيكون بيدير مباراة عارف هو بيحكمها إزاي الكابتن محمود عشور بنفس المعيار مع جونير أجاييه في الدقيقة 25 في مباراة الإسماعيلي ما حسبهاش فاول على لعب الإسماعيلي وهو عامل دابل كيك والمفروض أجاييه كان طالع في الارتفاع العالي وبيلعب القرى براسه اتحسب اتفاول على أجاييه بنفس المعيار ده اتحسبت ضد الأهل ركل الجزاء في مباراة الإتحاد السكندري وبالمناسبة ألف مليون سلام على محمود رزق مدافع نادي الإتحاد السكندري ألف مليون سلام عليك اشتركوا في القناة